يعني انت ليك موقف مع كابتن فاتح السير وكابتن فاتح السير دي موقف معك انت ايه اللي كان بينك وبين الكابتن فاتح السير يعني هو انت ماتلعبش في المقولين ومايكل إفرد ممكن ممكن وكونش مقتنع بيك ومدربين اجانب كتير جدا زي احنا في 86 مايكل سميس في الاول انه بعد كدة اتفرضت عليه اتفرضت ليه بلعبة انا فانت عشان كنت تروح ماتلعبش مقولين وتروح لكابتن فاتح السير يزودك في سرعات في قوة العرضية في الكلام ده كله. إيه اللي كان بينك ومن كابتن فاتح نصير؟ بص يا كابتن دايماً كده في أي جهاز في حد ببقى قريب من الله. أنا بالنسبة لي كان كابتن فاتح نصير اللي كان قريب مني جداً. كنت قعد كني دايماً يشجعني. وبالرغم أنا مش من أهل وزمالك. إنه مقتنع بيك؟ مقتنع. كنت أقول له لو متمرنش كواس في النادي. بالرغم أنا برضو يعني أخجلك في القصة بس أعدل أحكي الحوار ده هو برضو قالها كان بياخدني في النادي الأهلي ويشتغل معايا. عشان إنت عايز. عشان أنا عايز. كان يقول لي كمان سبع دقايق إذا ما خلتكش تعايت وقشن. أقول له طيب ماشي. وفعلاً يقرس عليك. أه أقول له مش خلاص إنت كسبت خلاص. لا كان مدرب فاهم. لا لا طول عمر. وبعدين أنا خدت منه حاجة بس زادت مع كابتن الجهري كمان. أنا خدت من الكابتن أن يكون حاجتين حتى فنية وحتى إدارية. يعني هو كان برضو من الناس اللي كان بيخلصتنا حاجات في المنتخب غير طبيعية. لا هو كان بسم الله ما شاء الله. أه وكان قريب مني جداً. أه. حتى كنت فاكر كواس قوي. كان كنا في ألمانيا. وكان مع المدام. بتاعته وإحنا برضو أبناه في السوق. وكان عاملنا كده في لي كده. وأبناه. وأصر إنها ياخدني وأعدنا وجبنا سندوتشات. وعندي الصورة دي وإحنا عدينا على السندر. من اللي دفع. إيه ده؟ من اللي دفع. لا هو هو. لا كابتن فتحي بجد يعني. طب هتقوله إنت إيه بقى كلمة كده. أقولك بفتحي ربنا أديك الصحة. وأنا يعني في أي حتة بروحها بقول إنت إليك دور كبير معايا. وفعلا من الناس اللي حطتني على الطريق. وكنت دايما بستشيرك في كل صغيرة وكبيرة. داخل الملعب وبرا الملعب. وربنا يدي له الصحة. همين. ودائما يا رب نسمع عنه كل خير.